سؤال مما تعم به البلوة ويكثر الحديث عنه في بيع السيارات عندنا معرض سيارات نبيع السيارة للعميل يتبقى عليه مبلغ نقول له إذا لم تدفع باقي المبلغ خلال شهر فإننا سنسجل السيارة باسم المعرض ونسحبها منك ثم نتصل بالشرطة ونخبرهم أن هناك سيارة باسم المعرض عند هذا الشخص فتذهب الشرطة وتأخذ منه السيارة وتعيدها لأصحابها قانون يسمح بعدم إعادة المبلغ الذي دفعه الزبون من قبل فما حكم الشرع في هذا المبلغ لا شك أن في سحب السيارة عند تعثر العميل عن سداد بعض الأقصاد ومصادرتها عليه بالكلية نوع من الجور في الغالب إن يعصر اعتبار أن ما دفعه من أقصاد في هذه المدة مقابل استخدام السيارة لأن قيمة الأقصاد التمليكية أعلى في الغالب من قيمة الأقصاد التأجيرية تدفع قصط لكي تتملق سيارة بيبقى أعلى عن لو دفعت قصطا لكي تستأجر سيارة فقط لقد عالجت المصرفية في الشرق هذا الموقف بكف يدي شركات التمليك التأجيري عن السحب المباشر للسيارات عند تعثر العميل في السداد وإحالة الأمر إلى القضاء لإقامة العدل بين الطرفين بتقوله صاحب المعرض اذهب إلى القضاء وعد عليه خصومتك فينظر ويقيم العدل بينكما يعني منعت أن يتصلت أصحاب المعرض مباشرة على السيارات التي لم يستوفي أصحابها بقية أقصاتها ليصحبوها مباشرة المخرج هنا يتمثل في تسوية الأمر مع العميل صلحا في النهاية والله إنت دفعت كذا وبقي عليك كذا فيتم تسوية المسألة صلحا بينهما أو يضمن العقد من البداية شروطا تحقق العدل وتمنع الجورة وكأنها بمثابة إشارات مرور تمنع التصادم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك شروطا